بالنسبة للأذان إذا شخص مثلا زاد في الأذان فقال أشهد أن سيدنا محمد الرسول الله مكروه الزيادة في ألفاظ الأذان مكروه تمام وكراها يعني قبيحة يعني بدعة قبيحة ما محرمة يعني هو آسم لكن هي بدعة قبيحة ليش؟ لأنه أنت هاي ألفاظ الأذان العامة يعني تمام خلص دع ألفاظ الأذان كما هي إذا قال أشهد أن عليا ولي الله إذا وردت إذا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات ولو ضعيفة منقبل فيها لكن ما أظن أنها وردت أظن هي وردت في روايات منقطعة أو مقطوعة وهي يعني مستحدثة بعد النبي بزمن فكذلك الأمر هذه بدعة إذا كانت يعني لغير محرمة بمعنى التحريم لكن لأنه تلاعب بألفاظ الأذان أما قولك السلام عليك أيها النبي بعد الأذان كمان حتى الصلاة على النبي بعد الأذان عندي يجب يعني أن تفصل عن الأذان يعني عندما ينتهي من الأذان بيعمل سكتة طويلة بعدين يقول اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة ما في مشكلة أما يلصق الأذان بالصلاة على النبي لا هذه زيادة على الأذان كمان كمان بدعة لكن لا تصل إلى القبح لا تصل إلى القبح ليش؟ أنه في إلها أصل عام أن الصلاة على النبي بعد الأذان موجودة لكن هي ليست من ألفاظ الأذان في ذلك هي بدعة لكن ليست قبيحة لكن بدعة إذا فصل بينها وبين الأذان لا تكون بدعة تماما؟ بالنسبة لي اللهم صلي على سيدنا محمد بيقول بعد الأذان وأشهد أن الشيد الأحمد البدوي ولي الله والسلام عليك أحمد الرفاعي هذا كله بدعة محرمة بدعة محرمة تشتت المسلمين ويرفعون من أشخاص إلى مقام النبوة يعني لو قال بيعرفون أنه من الأولياء هي محرمة وحرام ولا تجوز هي بدعة محرمة ما تدخلوا أشخاص حتى لو قال لما قالوا أشهدوا أن علينا ولي الله وعم يجيبوا أسانيد من عندهم منرد عليهم بالأسانيد أما هي في أسانيد بعدين يعني هذا رجل من الأمة عالم من الأمة ما منحطه من نصبه على كل المسلمين لا يجوز هذا الأمور لا يجوز هي بدعة محرمة تمام؟ أما في المجالس بنات بعض الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدي أحمد الرفاعي سيدي أحمد البدوي إذا قراءة يعني بمعنى مثل جلسة ودعاء للصالحين وتبرك بالصالحين جلسة هيك ما في مشكلة لكن أما تكون بعد الأزان لا أعوذ بالله هذا لا يجوز هذا لا يجوز